أمريكا تستهدف شركات صينية وإماراتية في عقوبات نفطية جديدة على إيران فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية وشركات أخرى قالت إنها ساعدت في بيع منتجات نفطية وبترو كيموية إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات لشرق آسيا مع سعيها لزيادة الضغط على طهران لكبح برنامجها النووي وفرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عقوبات على ست شركات في المجمل منها شركة في الإمارات وأربع شركات في هونغ كونغ وأخرى في سانغافورا في إجراءات أعلن عنها في بيانات منفصلة واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركة الخليج الفارس لصناعة البترو كيمويات الإيرانية وهي إحدى كبرى الشركات الإيرانية للسمصرة في البترو كيمويات أتهمتها باستخدام تلك الشركات لتسهيل بيع المنتجات البترولية والبترو كيموية الإيرانية إلى شرق آسيا